في تطور حصل في حكاية محمود عبد الملعم كهرباء مع النادي الاهلي كهرباء الايام اللي فاتت دي كلها بيدور على العرض في احدى الدوريات العربية لحال الوقت كهرباء ما جالوش عرض مناسب من اي نادي عربي ما جالوش عرض مناسب من اي نادي عربي وفي عنديها في مصر هنا زي بيرامد زوزاد بيتكلموا مع كهرباء ان انت ممكن تبقى موجود معنا كهرباء دلوقتي بيقول لو ما جالوش عرض عربي حلو محترم انا عايز اكمل مع النادي الاهلي بس ده قضية تعارض مع رغبة مارسي كولر اللي علاقته مع كهرباء ما بقيتشف افضل احواله في محاولات في الجهاز الفني للنادي الاهلي مع مارسي كولر انه يقربوا وجهات النظر مع كهرباء هيحصل ده مش هيحصل خلونا نشوف الايام اللي جاية بس كهرباء حتى هذه اللحظة ما عندوش اي عرض خارجي مغري بالنسباله مفيش حد لوقتي